تخيل أن تستلم رسالة في صباح لتجد في داخلها سك نقدي أو شك بملايين الدولارات. الشك هذا يحمل اسمك. وكل ما عليك فعله هو الذهاب إلى البنك لسحب تلك الملايين. وتحويلها مباشرة إلى حسابك. هذا ما حصل مع البريطاني غارث هيوز من مدينة وست يوكشا في شمالية المملكة المتحدة. الفارق الوحيد أن المبلغ لم يكن بالملايين بل بالتريليونات. الشيك أو الصك النقدي هو تعويض لانقطاع الكهرباء عن منزله لأربعة أيام أثناء هبوب العاصف إيروين في شهر تشريد الثاني نوفمبر من السنة الماضية. لم يصدق غارث حصوله على هذا التعويض السخي والسخي جدا. قرر التواصل مباشرة مع شركة الكهرباء على تويتر. وكتب في تغريدة شكرا لكم شركة نوردرن باورغريد على التعويض بسبب أيام أمضيناها بدون كهرباء إثر عاصفة إيروين. وأضاف قبل أن أصرف الشيك من البنك. هل أنتم متأكدون تماما من مقدرتكم على دفع هذا المبلغ؟. المبلغ كبير لدرجة أنه مكون من 13 رقم قيمته تبلغ أكثر من تريليونين وثلاثمائة وأربعة وعشرين مليار ومائتين واثنين وخمسين مليون جنيه استرليني. بالإضافة إلى بعض الفكة والإفراطة. للتقريب فإن قيمة المبلغ المكتوب هي أكثر من ثلاثة تريليونات دولار فقط. كارثي هيوز تحدث إلى بي بي سي عن شعوره لدى قراءة هذا الشك الذي يحمل اسمه. دعونا نستمع إلى كيف كان شعوره. لقد ضحكنا كنا على وشك مغادرة المنزل عندما وصل البريد. فتحت الرسالة ودعوت الزوجة لقراءتها فضحكت أيضا. ثم تناقشنا سريعا عما يجب فعله كالتواصل مع شركة الكهرباء أو صرف الشيك لدى البنك. وبعد ذلك اقترحت التواصل مع الشركة عبر تويتر لعلها تكون أسرع طريقة للحصول على إجابة. كارث تلقى مئات الاقتراحات عما يجب فعله لدى حصوله على ذلك الشك. هنا مثلا مارلين تقترح عليه تقول هذا تعويض سخي جدا أرغب بتخيل وجه المحاسب في البنك عند تعامله مع هذا الشك. بهذه الأموال يمكنك تحسين تحصينات الفيضانات في منطقتك ودعم خدمات الصحة الوطنية. وحال الكثير من المشاكل الأحلام لا تؤذي. أما كات لها تدوينة تكتف فيها لقد أصبحت أغنى من أيلون ماسك وبيل جيتس وغيرهم. حتى وإن كان الشك خطأ بإمكانك التفاوض للحصول على نصف القيمة. أنا مستعدة للزواج بك. أما جوج لو كان هذا الخطأ أصغر قليلا برأيه. بضعة ملايين بدلا من التريليونات. فستتمكن من تحويله إلى حسابك البنكي. ثم كسب بعض الفوائد أثناء المطالبة باستعادته. للأسف سيتم رفض طلب صرف هذا الشك. أما من العالم العربي. فليلا تقول. هذه عالم تحترم حالة. يا حسر على اللبناني. بلا كهرباء ولا حياة. لمن تنادي. أما محمد. عندنا الدولة جابت الكهرباء ساعة زيادة. بضلغلة تكبدت ما في المولدات خسائر بملايين الدولارات. طبعا شركة نوردرن باور غريد أوضحت أن الخطأ نجم عن وضع الرقم المرجعي للعداد الكهربائي. بدلا عن قيمة التعويض المالي. جايفي هيوز لم يكن الوحيد على ما يبدو الذي تلقى شكا بقيمة كبيرة. استضيف الشركة بمجرد تحديد الخطأ الكتابي. تأكدنا من إيقاف جميع شركات العلماء العملاء البالغ عددها 74 لمنع صرفها. نشكر العملاء الصادقين الذين تواصلوا معنا. اتصلنا بجميع العملاء المتضررين لإبلاغهم. واعتذرنا عن الخطأ. وقمنا بطمأنتهم بأنه سيتم إصدار دفعة صحيحة. كارث لن يحصل على ذلك المبلغ الفلكي. لكن لو تسنى له الحصول فماذا كان سيفعل به؟ أدركت أن القيمة غير صحيحة. كما أنها ليست بالمبلغ الذي يمكن سحبه من البنك. إنها قيمة كبيرة جدا ولا يسعني تصورها في مخيلتي. من الرائع الاستثمار في نادي فيذرستون روفرز والنهوض به في الدول الممتاز. أحب أيضا سباق الدراجات النارية. وقد يساهم المبلغ في ممارسته مجددا بعد انقطاع. بهذا المبلغ الخرافي يمكن تبرع لمساعدة الناس الذين هم بأمس الحاجة للمال في ذر الارتفاع فواتير الطاقة حاليا.